حضرت زيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة إلى جمهورية مصر العربية باهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية من منطلق الأهمية التي تحملها كما تم تسليط الضوء على الزيارة التي قام بها جلالته إلى مدينة شرم الشيخ وما حملته معها من رسائل نبيلة وداعمة لمصر الشقيقة خمسة أيام هي مدة الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى قاهرة المعز تلبية منه للدعوة التي وجهها له رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة وضعت يدها على مجمل أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى العسكري منها حدث سارعت إلى تغطيته العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية للأهمية التي اكتسبها من خلال ما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تهم مصلحة البلدين فضلا عن حجم التفاهمات السياسية تجاه مختلف القضايا المصيرية المتعلقة بأهم ملفات الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية بأسرها ما يزيد على ثمانمائة وخمسين من أخبار وتقارير وحوارات تلفزيونية وصحفية كانت قد خاطبت المتلق العربي والعالمي على مدى فترة الزيارة الهامة فالعاملون في بحر السلطة الرابعة لم يلبثوا إلا أن يكون شغلهم الشاغل تغطية شاملة تراعى فيها أدق التفاصيل زيارة هذه حازت على تغطية إعلامية تستحقها لأن الزيارة جدا مهمة تأتي في وقت جدا مهمة ما يربط البلدين أكثر من اتفاقيات ومذكرات التفاهم هناك اتفاق تام نحن الآن نواجه نفس الخطر ما تتعرض لها مصر تتعرض لها البحرين من تدخلات خارجية من محاولات لتشويه الصورة فنلتقي في كثير من الأمور ولدينا الكثير من الأدوات التي نستطيع من خلالها الدفاع عن دولنا بأبراز الجوانب المشرقة وأعتقد القائمين على الإعلام في الشقيقة مصر ولا أخص أحد كل من ألتقيت فيه رأيت فيه الوطنية رأيت فيه حف خدمة مصر دون أجندات سردية أو شخصية لذلك تم أبراز هذه الزيارة بشكل يليق بالقمة الثنائية التي جمعت جلالة الملك وفخامة الرئيس وما إن قارب حدث الزيارة على الانتهاء حتى سارع عاهل البلاد المفدة القيام بجولة موسعة شملت شواطئ مدينة شرم الشيخ بهدف التأكيد على حجم التنوع السياحي التي تتمتع به الشقيقة مصر باعتبارها وجهة تزخر بالعديد من الأماكن والمقومات السياحية العديدة والمتنوعة كالمنتجعات السياحية الجميلة التي أثبتت قدرتها في استقطاب السياح من مختلف دول العالم وذلك لم يكن لو لا توفر الأمن والأمان والاهتمام الذي تليه القيادة المصرية بهذا القطاع الحيوي لما له من دور فاعل في تنوع مصادر الدخل كما أنه يخلق فرصا كثيرة للازدهار الاقتصادي في هذا البلد الشقيق ليس لدينا ما نخفي لدينا كثير من قصص النجاح لدينا جواند مشرفة يجب أن يراها الجميع محاولة تشويه الصورة ضاءت بالفشل اليوم الزيارة التي قام بها جوالة الملك على سبيل المثال لشرم الشيخ كانت فسالة واصلة للجميع أن البلد أمن السياحة نشيطة هناك إخبار كبير ما كان بس من صور يعطي مؤشر بأن بصراحة لفتة زكية من جلالة الملك ورائعة وهو كان يعطي رسالة لكل فرض في شرم أنا لسه راجع مبارئ بالليل وكان ليه الشرف نالت قد بمستشار جلالته الحقيقة لفتة رائعة ما شفناهاش يعني هو متحرر كمان من الرسميات وبيرتدي الكجول ونزل حمام الميا هذه الصورة تكسر كمان ممطية خلينا أقول الممطية مش كده يعني هو كان متعمد ده أفندم أولا أكيد هذه دليل محب دليل مشاعر صادبة تجاه بلد مصر ورسائل تسد للجميع كل يقراها حسب ما يفهم منها الفصال الأهم بأن شرم الشيخ هي جزء مهم السياحة المصرية نعم منطقة عامنة ما كان بس من صور يعكس عدد كبير من السواح نعم مصر مقبلة على على أيام أفضل وأفضل إن شاء الله والجميع كل مواطن عربي مخلص الآن يقوم بدوره لدعم مصر بأي طريقة كانت لأن مصر عمق استراتيجي للوطن العربي نجاح مصر نجاح للجميع مصر دوره القيادة لا يمكن أن ينسى ولا ينسى والأخوة القائمين على هذا البلد جميعهم دون تحديد لديهم الكثير لتقديمه لوطنهم العربي الأكبر الحقيقة الوحيد مهما قال لنا رد جميلكم الحقيقة وفاءكم بجد يعني أنتم يعني أبدا زيارة سلطت عليها الأضواء من كل جانب وكانت محطة اهتمامي ومتابعة السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين كافة ممن كانوا أولا بأول مع كل خطوة مدروسة تتمثل بهيئة التفاهمات المتنوعة التي أقدم عليها الزعيمان على أن تكون حيز الواقع والتنفيذ لما فيه مصلحة المنامة والقاهرة على وجه الخصوص والعالم العربي على وجه العمو لتلفزيون البحرين محمد رشيدات